السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب الصف الثاني الابتدائي في مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات درسنا لهذا اليوم من الوحدة الأولى أنا أستخدم الحاسوب عنوان الدرس مراجعة المفاهيم النظرية والمهارات العملية لجميع دروس الوحدة من صفحة 8 إلى صفحة 22 والآن هيا لنتعرف على أهداف الدرس أهداف الدرس أن يكون الطالب في نهاية الدرس قادر على أن يلخص ما تعلمه من مفاهيم نظرية في الوحدة الأولى أن يطبق ما تعلمه من مهارات عملية في الوحدة الأولى وذلك بتنفيذ مشروع الوحدة هل تذكر يا حمد ماذا تعلمنا في الوحدة الأولى أنا أستخدم الحاسوب؟ نعم أذكر ذلك فقد تعلمنا فيها الكثير من الأشياء المفيدة إذن هيا لننطلق في رحلة علمية مفيدة نراجع فيها أهم المفاهيم النظرية التي تعلمناها في الوحدة الأولى هيا يا ريم ماذا تعلمنا في درس القواعد الصحيحة لاستخدام الحاسوب؟ كيف نبقي مساحة العمل نظيفة وآمنة؟ كيف نحافظ دائما على صحتنا عند استخدام الحاسوب؟ كيف نعيد تدوير الأشياء القديمة؟ هل تذكر يا حمد كيف نبقي مساحة العمل نظيفة وآمنة؟ نعم يا ريم حافظي على نظافة مكتبك وذلك بعدم وضع الماء والأطعمة على المكتب حافظي على أجزاء الحاسوب ونظافتها ولا تستخدم الأقلام للكتابة عليها ولا تضغطي على مفاتيح لوحة المفاتيح بقوة وكوني حذرة عند التعامل مع أسلاك الكهرباء ولا تلمس حاسوبك أبدا ويداك مبتلتان والآن أعزاء الطلاب من منكم يذكر كيف نحافظ على صحتنا عند استخدام الحاسوب؟ أحسنتم وذلك باتباع قواعد الجلسة الصحيحة وهي أولا حافظ على إبقاء الرأس مستقيما ثانيا حافظ على إبقاء الشاشة في مستوى النظر ثالثا حاول أن تبقى الرقبة غير منحنية رابعا اجعل الظهر مستقيما وأخيرا حافظ على إبقاء القدم مسطحة على الأرض هل تذكرين يا ريم؟ ما المقصود بإعادة التدوير؟ نعم يا حمد إعادة التدوير هي استخدام الأشياء المستعملة لإنشاء أشياء جديدة وهذا شعار إعادة التدوير أحسنتي يا ريم ومن خلال إعادة تدوير النفايات نحافظ على البيئة لأن صناعة مواد جديدة تضر بالبيئة فعلا يا حمد أتذكر مثال إعادة تدوير الورق؟ فعند صناعة الورق فإننا نقطع الأشجار أما عند تدوير الورق فإننا نحافظ على البيئة أتذكر أمثلة أخرى على مواد يمكن إعادة تدويرها يا حمد؟ نعم الزجاج، البلاستيك، البطاريات، والأجهزة، كل هذه الأشياء يمكن إعادة تدويرها أحسنت يا حمد ونضع هذه الأشياء في سلال إعادة التدوير فهناك سلال البطاريات وتحمل رمز البطاريات وهناك سلال الأجهزة وتحمل رمز الأجهزة وهناك سلال الأوراق وتحمل رمز الأوراق ماذا تعلمنا في درس حاسوبي؟ تمييز الأجهزة الرئيسة للحاسوب تمييز الأجهزة الملحقة للحاسوب استخدامات كل من الأجهزة الرئيسة والملحقة للحاسوب هل تذكر يا حمد الأجهزة الرئيسة للحاسوب؟ نعم يا ريم الأجهزة الرئيسة للحاسوب هي وحدة النظام الشاشة لوحة المفاتيح والفقرة أحسنت يا حمد أما الأجهزة الملحقة للحاسوب هي كاميرا الويب الكاميرا الرقمية المايكروفون الطابعة مكبر الصوت سماعات الأذن الماسح الضوئي أعزاء الطلاب أتذكرون استخدامات الأجهزة الرئيسة والملحقة للحاسوب؟ هيا لنتذكرها سويا لماذا تستخدم الشاشة؟ أحسنتم لعرض شاشات البرنامج أما لوحة المفاتيح لماذا تستخدم؟ ممتاز لكتابة نص والفقرة تستخدم لتحريك المؤشر هل هذه الأجهزة أجهزة رئيسة أم ملحقة للحاسوب؟ أحسنتم إنها أجهزة رئيسة للحاسوب وماذا عن استخدامات الأجهزة الملحقة؟ هذه صورة لكاميرا الويب أحسنتم لإدخال مستندات وصور للحاسوب وبماذا نستخدم المايكروفون؟ أحسنتم لتسجيل الصوت وماذا عن سماعات الأدن ومكبر الصوت؟ نستخدمها ممتاز للاستماع إلى الملفات الصوتية ماذا تعلمنا في درس سطح المكتب؟ تمييز مكونات سطح المكتب أتذكرون أعزائي الطلاب ما هي مكونات سطح المكتب؟ هيا لنتذكرها سويا تظهر في الأعلى أيقونة سلة المحذوفات أما هذا الشريط في الأسفل أتذكرون ماذا يسمى؟ أحسنتم إنه شريط المهام يظهر على الجانب الأيسر من شريط المهام هذا الزر أتذكرون اسمه؟ نعم إنه زر البدستارت ممتاز نستطيع من خلاله كما تعلمنا سابقا إغلاق جهاز الحاسوب وتشغيل الكثير من البرامج وماذا عن هذه الأيقونة؟ نعم إنها أيقونة مايكروسوفت إيج وتستخدم لتصفح الإنترنت وماذا عن هذه الأيقونة؟ ماذا تسمى؟ ممتاز إنها أيقونة مستكشف الملفات بارك الله فيكم أعزائي وماذا عن التاريخ والوقت؟ أين يظهران؟ أحسنتم إنهم على يمين شريط المهام وهذا زر التحكم بالصوت وإلى جانبه زر الاتصال بالإنترنت ممتاز أعزائي أنتم بارعون حقا ماذا تعلمنا في درس مكونات وحدة النظام؟ أشكال مؤشر الفأرة أشكال مؤشر الفأرة حسب المهمة؟ أشكال مؤشر الفأرة عند استخدام الحاسوب أعزائي الطلاب، أتذكرون وحدة النظام؟ وماذا حدثتنا عن نفسها في الدرس السابق؟ هيا لنتذكر مكونات وحدة النظام مرة أخرى أولاً اللوحة الأم ثانياً القرص الصلب ثالثاً مشغل أقراص الدي في دي رابعاً شرائح الذاكرة خامساً المعالج أتذكرونها جميعاً؟ أحسنتم أعزائي أتذكر يا حمد قصة الأسد والفأرة؟ نعم، أذكر القصة يا ريم وأذكر أيضاً كيف تغير مؤشر الفأرة حسب المهمة التي يؤديها أحسنت يا حمد شكل مؤشر الفأرة يتغير حسب المهمة أول هذه الأشكال هو هذا الرمز ويظهر عند الاختيار والشكل الثاني هو هذا الرمز ويظهر للانتقال والشكل الثالث هو هذا الرمز ويظهر عند التحريك والشكل الرابع ويظهر عند الكتابة والشكل الأخير ويظهر عند الانتظار أعزائي الطلاب هيا لنتذكر ما تعلمناه عن أشكال مؤشر الفأرة عند استخدام الحاسوب أتذكرون متى يظهر رمز الكتابة؟ أحسنتم عند كتابة نص وماذا عن رمز الاختيار؟ ممتاز عند اختيار برنامج أو ملف ونريد فتحه أما رمز الانتظار فيظهر عند انتظار حدوث أمر معين وهل تذكرون رمز الانتقال متى يظهر؟ أحسنتم عند اختيار رابط موقع إلكتروني وأخيرا متى يظهر رمز التحريك؟ ممتاز عند تحريك شكل في برنامج الرسام عزيزي الطالب هيا الآن لنقم بالإجابة على الأسئلة التالية اختر ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة أم خطأ؟ لا تسحب أسلاك الكهرباء بهذه الطريقة الإجابة صح أحسنتم هذه هي الطريقة الصحيحة لاستخدام الأجهزة الذكية ما رأيكم؟ ممتاز صح قم بلمس الحاسوب بأيدي مبتلة خطأ ممتاز هذه هي الجلسة الصحيحة عند استخدام الحاسوب ما رأيكم؟ خطأ صنف الأجهزة التالية هل هي أجهزة رئيسة أم ملحقة بالحاسوب؟ سماعات الأذون أحسنتم أجهزة ملحقة كاميرا الويب ممتاز أجهزة ملحقة أيضا الشاشة إنها أجهزة رئيسة أحسنتم الطابعة ما هي أجهزة ملحقة ممتاز لوحة المفاتيح إنها أجهزة رئيسة بارك الله فيكم أعزائي قم بسحب الجهاز الملحق إلى استخدامه الصحيح طباعة الصفحات أحسنتم إنها الطابعة إدخال مستندات أو صور للحاسوب إنه الماسح الضوئي ممتاز تسجيل الصوت المايكروفون أحسنتم التقاط الصور ومقاطع الفيديو إنها الكاميرا الرقمية الاستماع إلى الملفات الصوتية سماعات الأذن أحسنتم التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو عبر الإنترنت إنها كاميرا الويب ممتاز بارك الله فيكم أعزائي اختر شكل مؤشر الفأر الصحيح الذي يظهر عند استخدام الحاسوب في الصور التالية التحريك ممتاز الاختيار أين هو؟ أحسنتم بارك الله فيكم الانتظار أحسنتم صحيح الانتقال إلى ممتاز وأخيرا الكتابة أحسنتم أعزائي عزيز الطالب قم الآن بفتح كتاب التدريبات والأنشطة صفحة 29 لتنفيذ مشروع الوحدة مشروع الوحدة الأولى عن إعادة التدوير ناقش مع معلمك وزملائك موضوع الأجهزة والأوراق والأشياء غير اللازمة في المعمل ثم قم مع زملائك بوضع الأشياء في السلة المناسبة لإعادة التدوير حسب ما تعلمنا في الدرس الأول الآن قم عزيز الطالب بفتح برنامج الرسام على جهاز الحاسوب وقم برسم رمز إعادة التدوير وضع هذه الرسمة كخلفية لسطح المكتب ولا تنسى وأنت تستخدم الحاسوب أن تبقي مساحة العمل نظيفة وعامنة وأن تجلس بالطريقة الصحيحة عند استعمال الحاسوب هيا أعزاء الطلاب لنقم بتنفيذ مشروع الوحدة أتذكرون كيف نقوم بفتح برنامج الرسام؟ أحسنتم بالضغط المزدوج على أيقونة البرنامج قوموا الآن باختيار أداة القلم واللون المناسب أو اختيار الفرشات المناسبة ثم ابدأوا بالرسم سنرسم رمز إعادة التدوير ممتاز أحسنتم أعزائي بداية موفقة هيا لنكمل ممتاز أحسنتم والآن السهم الثالث ممتاز هيا لنختر الآن أداة التعبئة واللون اللون الأخضر ممتاز أحسنتم سنغلق الآن البرنامج بالضغط على الأكس ثم سيف للحفظ سنكتب اسم الملف باسم إعادة التدوير ثم نضغط على زر سيف والآن كيف نجعل صورتنا خلفية لسطح المكتب نضغط بزر الفأرة الأيمن على أي مكان فارغ في سطح المكتب ثم نختار بيرسونالايز ثم نضغط على زر براوز ثم نختار الصورة ثم نضغط ممتاز أحسنتم ولنا لقاء آخر مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إلى اللقاء